السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه وحشيني جدا من الفيديو اللي فات النهاردة هقولكم على 8 استخدامات لطلاق الاظافر او المونيكير غير اننا بندهن بيها دوافرنا معقولي حنان المونيكير في استخدامات تانية غير دوافر ايوه غير دوافر لو انت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة علشان يوصلك جديد الفيديوهات ولو انت امتبعاني يا اهلا وسهلا لايك وشير للفيديو لاصحابك علشان يستفيدوا زيك تعالوا نعرف مع بعض ايه هي استخدامات طلاق الاظافر اللي بجد هتفرق معنا جدا وهتخلي حياتنا ابسط واسهل اول حاجة لو انت نزل الشجل الصبح والبلوزة بتاعتك الزرار ملاخلع شوية وكأنه هيقق لا هو مش هيقق هنعمل ايه بقى هنجيب المونيكير ونحطه على الزرار بتاعنا بالتالي الزرار هيلزق في الخيط ومش هيقق منه وهيبقى متبت عليه تاني حاجة لو انت عندك اي حاجة فيها دنتيل او عندك حاجة صوف والحاجة دي اتشبكت في اي حاجة وتقطعت طبعا احنا عارفين انه الدنتيل او الصوف بيتكر على طول لما بيتقطع علشان ما يتكرش حطي على القطع دي مونيكير وبالتالي الخيط مش هيتكر للاخر تالت حاجة بقى ودي الحاجة الرخمة جدا هي وإحنا بنلضم الابرة طبعا الخيط ما بيدخلش معانا على طول علشان الخيط يدخل معيك على طول ادهنيه مونيكير ويفضل يكون باللون الشفاف او الابيض علشان تقدري تدخليه وتلضمي الابرة بتاعتك بسهولة رابح حاجة الازرف احيانا بنبقى مش عارفين ازاي نقفل الازرف او نلزقها ممكن نستخدم المونيكير على المكان اللي بنلزقه فيه الظرف وبالتالي الظرف هي تلزق بسهولة خامس حاجة الشرابات الفليه لو حصل انه الشراب تنطش منك او تقطع لو انت حابة انه الشراب ما يكرش منك والقطع ده في مكان مش متشاف ممكن تحطي عليه مونيكير وبالتالي المونيكير هيخلي الشراب ما يكرش للاخر حاجة كمان طبعا احنا كلنا بنتلغبط فيه المفاتيح انا ما ببقاش عارفة ده مفتاح الشقة ولا ده مفتاح الدولاب ولا ده مفتاح الدرج ولا ده مفتاح البوابة طبعا نعمل ايه ممكن نلون المفاتيح بالوان مختلفة من المونيكير مفتاح البوابة بالاحمر مفتاح الشقة بالاخضر وهكذا بكده تقدر يتفرقي بين مفاتيح البيت بتاعك برضو من الحاجات الجميلة جدا اللي هي اننا نسبت الكتابة على البرتمانات بتاعة المطبخ احنا عارفين انه في المطبخ لما بنكتب على البرتمان بالقلم الكتابة دي مع الوقت ومع الاستخدام بتروح احنا ممكن نحافظ على الكتابة دي باننا ندهنها بطلاء الازافر اللي هو الشفاف وبالتالي الكتابة مش هتروح خالص من على البرتمانات او الحاجات اللي احنا بنكتب عليها في المطبخ الحاجة الاخيرة بقى والجميلة جدا هي اننا ممكن نحط طبقة من طلاء الازافر اللي هو الشفاف علشان يحمي الاكسسورات بتاعتنا من الصدى لو انت عندك اكسسورات كتير زي اللي هي الاكسسورات النحاسية او الاكسسورات اللي اللون بتاعتها بيروح من الركنة تقدار يتدهنيها او تغطيها بطبقة من طلاء الازافر الشفاف بالتالي هتحميها من الصدى او ان اي حاجة تأثر عليها ودي كانت استخدامات طلاء الازافر اتمنى ان هي يكون مفيدة بالنسبة لكم وتغير شوية من حياتكم للافضل اقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة